طالب أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب في رسالة تغيير السياسات الجمركية بوضع ملصقات صنعة في إسرائيل على المنتجات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة وأوضحت الرسالة أنه بحال عدم فرض تصنيف البضائع من قبل السلطات الأمريكية فإن ذلك سيؤدي إلى القلق من أن الإدارة المستقبلية يمكن أن تختار التمييز بين البضائع الإسرائيلية المنتجة بالأراضي الفلسطينية مما يجعلها أهدافا رئيسية للمقاطعة يشار إلى أنه منذ عام 67 اعتبرت جميع الإدارات الأمريكية السابقة الأراضي الفلسطينية ومرتفعات الجولان أرضا محتلة وليست جزءا من إسرائيل موسيقى